السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله في زمن كورونا كما يقول العلماء النفس يعني نمرض بالكلام ونشفى بالكلام وفينا الكلام نساء كلام طيب كانتنا واحد تعم نفسي ومعنوي في هذا الزمن وشكرا لك على هذا البرنامج بارك الله فيك للأمينة حافظك الله وارعك بنجي نعم بنسبة للسؤال عندي واحد سؤال انا والعائلة نتاعي شفنا واحد البرنامج كي دوي على تجديد الطاقة خلال شهر رمضان وعد المدينة على البرنامج نصحنا بالصوم زائد الصوم عن الكلام اسوة بنبي الله زكريا وكذلك بمريم هل يجوز يعني الصوم عن الكلام وقال لك بان الصوم عن الكلام مدة ثلاثة أيام يكون فقط ذكر الله سبحانه وتعالى وتحدث بالإشارة انا واحد جدال بني بالاخوان سعي لانه انا كان شوف بانه لا يجوز شرعا على المسلم ان يقاطع اخاه المسلم فوق ثلاثة وكنشوف بانه الكلام صدقا يعني بالنسبة لي والاسوة جلنه والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما خاصتش نستخدم مثلا زكريا ومريم مغمى اننا نؤمن بكل الاديان السماوية يعني يوقع واحد يعني ما فهمش واش يجوز الصيام عن الكلام كذلك نعم شكرا لك لك للا امينا حفظك الله وراعك والحمد لله هذي من نعمة الحضر الصحي او الحجر الصحي لعائدات كي يجتمعوا فيما بينهم وكيكون النقاش وكيكون الحوار وهذا كله بنا الرأي والرأي الاخر هذي فكرة جميلة كتكون شخصية كتكون الفكر كتكون حرية النقاش وقابول الرأي الاخر وهذا كله من فتحات كورونا للا امينا الصيام عن الطعام هذا مشروع بالقرآن والسنة ربنا عز وجل الله قال كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم قبلكم وسيدنا النبي شرح لنا ما معنى الصيام لهو الامساك عن الطعام والشراب والجماع كما ذكرنا في اول حلقة فهذا اول مشروع في الدين اما الصيام للسيبنة زكريا هذا صيام خاص هو الصيام عن الكلام صيام خاص لان سيبنة زكريا كما معلوف القصة المشهورة دياله انه كان عاكر لا يلد واشتعل الرأس شيبة وكان كيدعو الله تعالى باش يقر الله شي مولود ولكن هو اكبر وكان عنده مزل الامل لكن مليشة مراته كبرات احتهية وتجاوزت سن الحيب انقطع عنه الامل الراجل كيبقى يقول لديه كبر لكن المرأة عنده واحد سن معين الى فتاة دم الحيب ما كيبقاش عنده القدرة عن الانجاب كيسمه بين قوسين سن الياس ما ديك كلمة قادحة ما كيسم الياس الحياة كلها نشاط كلها عطاء وكلها عمل ولكن السن دي اللي اربطي منها الانجاب علاش لان المرأة مليكة كبر لا قدرة لها على الحمل وعلى النفسة وعلى الرضاع وعلى الوضع وعلى التربية والتنشيئة صعيب عليها كبرات اخصت تقوم بهذه الأعمال في سن متقدمة بقمتان صغيرة فسيدنا زكريا هي اسوحة النهار لكنه لما دخل على السيدة مريم المحرب ومريم كتبقى شاب صغيرة هو شيخ بير في التسعين من عمره والسيدة مريم يلا عنده استاشر عام ادخل ويلقى عندها الطعام الغريب وكانت فقيرة السيدة مريم كانت كتصوم كتصوم ومن غير رمضان كان عنده صيام العبادة والطاعة والقربة الى الله وكانت كتفطر براغيف وكاس دي الماء هو اللي عندها راغيف وكاس دي الماء وطبعا اللي يواضب على الراغيف وكاس دي لا رغي تشعر بفقر الدم ومن لك يجي وقت الفطور يلا كتفطر يطرق بابها نسكين كيقول اطعمون مما اطعمكم الله لا تريدوا ان ترد المسكين كتقسم هذا الفطور نسفين تطعي نسف الراغيف وانقل نسف الراغيف وسيدنا زكريا كيشوفت المشهد يقول عجبا لهذه الصبية فيها السم وعندها قوة الايمان واليقين الصبر والقناع القليل حتى تدخل عنده واحد منها هو يلقى يلقى وقت الفطور غير تفتح النافذة وقد تدخل عنده نائدة فيها اطعمة غريبة طعام الشتاء جاء هذا الصيف وطعام الصيف في الشتاء وقفى لحوم واسماك وعسل وخل وحليب ومشي كثير انواع الفواكه واللحوم والتغذية المتوازنة المتميزة سيدنا زكريا من اللي شفت المشهد اول مرة اعجبا ولكنه لم يتفاجأ لان الكرامة معروفة للصالحين ولكن الكرامة تكون مرة واحدة تكون مرتين تكون ثلاثة لكن السيدة مريم هذه الكرامة نولت عنده متواصلة في كل وقت وحيم قال ربنا عز وجل في كتابي العزيزة كلما دخل عليها زكرياء المحراب كلما تفيد الاستمرار في كتابي المحراب يلقاك تسلوك تذكر الله كتابي سيدة مريم لا تغادر المحراب كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكرياء ربه سيدنا زكرياء هنا ملغي شفت المشهد بان ما كش اليأس ابدا علمته قصة سيدة مريم بان عطاء الله غير محدود بشرف انك لا بد ان تحسن الظلم بالله اياك ان تسيء الظلم بالله اياك فسيدنا زكرياء تبع المقاييس الارضية المقاييس الوضعية الراجل الكبر المرى الكبرات ما ينقوش ولده هكذا يقول طيب وهكذا تقول حقيقة العلمية اي نعم لكن ماذا يقول الايمان ماذا يقول علم الله الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي مباشرة زكرياء شفت المشهد هنالك دعا زكرياء ربه ومن اللي اطلم الله فلاقيه ولد جالي بغيث آية آية بغيث علامة جالي العلامة هو انك لا تكلم الناس ثلاثة ليال الا رمزة انك تمسك عن الكلام لا تتكلم الا بالرمز بالاشارة فقط وهذه هذه آية اعطها الله سيدة زالية زكرياء خاصة فهذا صيام الامساك عن الكلام خاصة لزكرياء فلا يمكن ان نطبقه على الناس كلهم هذا شرع من قبلنا احنا عدنا قاعدة في الفقرة تقول شرع من قبلنا شرع لنا اذا لم يدل شرعنا على مخلفته لكن هات شرع من قبلنا خاص بزكرياء احتى قومه لتخاص عاما بهم خاص بزكرياء بحل ايضا عندي رقوا الصيام للسيدنا يونس ابن متى سيدنا يونس غادي يمكت في بطن الشوت ثلاثة ايام لقعان لشرب وده بالان واحد الفرقة من المسيحيين واحدة من اليهود في صوت الثيام متتالية اسمه صيام يونس في بطن الحوت ثلاثة ايام لطعامنا شرب هل يمكن ان نصوم صيام يونس ما تكون في القرآن لا هذه حكايات عن افراد واحكام خاصة بهم نحن في شريعتنا هو ما جاء مرتبطا بالدين الاسلامي وهو صيام رمضان نصوم رمضان عن الطعام والشراب اي نعم هناك هناك الصيام العامة والصيام الخاصة وهو صيام خاصة الخاصة اي نعم الفقهاء والعلماء والصالحون والمربون والمرشيدون قالوا رأى الصيام يتدوع هناك الصيام العامة العامة هما يمسكون عن الطعام والشراب والجمع هذا هو الصيام العامة من يكل من يشرب من يجمع الزوجة دياله هذا الصيام العامة ثم هناك الصيام الخاصة صيام الخاصة ما معنى هو صيام الجوارح البطن والفرج عن الأكل والشرب والجمع وصيام الجوارح العين والأذن واللسان والأنف واليد والرجل كل شيء الجوارح تتصون العين لا تنظر إلى ما حرم الله واللسان لا ينطق إلا بما أمر الله والأذن لا تستمع إلا لكلام الله واليد لا تفعل إلا ما أمره الله والرجل لا تبطش ولا تمشي إلا فيما أمر الله هذا صيامه الخاصة بمعنى انه استكملوا صيام البطن والفرج وخلوا الجوالح كلك تصوم ثم هناك صيام خاصة الخاصة هذا مقام رفيع شكو هادو هادو اولياء الله هادو كيقول لك صيام القلب والفكر حتى القلب والفكر كيصوم ان القلب لا يفكر الا في جلال الله والفكر لا يضيع وقته الا فيما فيه طاعة الله هذا مقام خاص للأولياء كدقى النار كله خاشع وهو ذاكر وهو مسبح هذه مقامات اما اننا نمسك عن الكلام فلا اي نعم نمسك عن الغيبة ونمسك عن النميمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن رمضان خير العمل قال خير العمل هو اطيب الكلام ان تطيب الكلام وتطعم الطعام وتصوم رمضان وتقوم الليل والناس نيام الكلام طيب في رمضان ارى اجر وثواب لسا نمسكه انتكلموا ولكن انتكلموا بالكلام طيب كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء هكذا رب يوصف الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة نسمع لك تقولها رب الشهر مجرد كلام يمشي في الهواء هذكره زريعة هذكره بذور مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء خاصة في رمضان نتكلموا نتكلموا في الدين نتكلموا في القرآن في السنة في الفقه نتكلموا في المواساة فيما بيننا اي حاجة تردنا الى الله ردا جميلة وتجمع بيننا على المحبة والالفة الكلام الجميل عبادة اللسان عبادة ولكننا امتنعوا عن الغيبة والنميمة وسيدنا معاد من لسن النبي قال لي احضر لسانك قال لي يا رسول الله او نؤخذ على ما تكسبه السنتنا فقال لتكلمتك امك يا معاد وهل يكب الناس في النار على وجههم الا بسبب حصائد السنتهم اللسان رطاقة اما ان يرفعك واما ان يضعك ورحم الله عبدا قال خيرا فغنم او سكتا فسلم فالحاصيل للا ابنتي هو ان قضية الصيام لمفروض علينا للا امينة الصيام لمفروض علينا والصيام ورمضان اما الامساك وعن الكلام فلا هذا غير مجرد مجرد اه اه فكرة قال ربما هذا الرجل الخابر في الطاقة اي نعم اه في الطاقة مختصف الشارع الاسلامية الطاقة الايجابية ممكن ان نقويها ونزيد في القوة ديالها كلما اننا في رمضان لا تكاف في حدات وره طاقة هذا الحجر الصحي ره طاقة من اللي كان انبعد عن المؤثرات وكان بعد عن اي شيء ممكن ان يشغل بالي انا في طاقة ولو ان الحجر الصحي احنا شفح الحال كان الفئات اللي تبرك الله بكرمهم بسكن تسيح نزب في البوادي را مرتاح را نعمة لسكن في البادية قربوا الله اعطى الله الخيمة ويخرج البرد للخيمة يبلل الارض في لا حي يقداش على مد البصر اعطى الله الخير ولكن الناس في المدينة الناس بيوت محدودة كالي اعطى سكن متسع في المدينة ولكن ما شأنه اللي اعطى الله تعالى واحد السكن ضيق كل يعده مربعين متر سبعات الافراد وشغل يبقى شهرين هو في الحضر الصحي صعيب عليه الحال نتبه الله تعالى يفرج على الجميع ويحفظ الجميع اللهم امين يا ربي يترين